بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن ولاه مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موعدنا اليوم مع الجزء الثاني من كتاب الله الكريم ومع هذه الحلقة الثانية التي نستعرض وإياكم فيها خفايا هذا الجزء العظيم من كتاب الله جل وعلا كما ذكرنا في الحلقة الماضية أننا في خلال هذه الحلقات نستعرض شيئا من فوائد هذا الجزء وشيئا من أسراره وحكمه وشيء من بعض الفوائد التي تمر معنا بعض الآيات التي قد يشكل فهمها على القارئ أو كذلك بعض المفردات التي ربما يغيب فهمها عن البعض هذا الجزء العظيم من كتاب الله جل وعلا يحوي آخرة أو يحوي منتصف سورة البقرة ابتدأه الله جل وعلا بقوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يقول ربنا في مطلع هذه الآيات العظيمة سيقول السفهاء من الناس السفهاء هنا المقصود بهم قيل المنافقون وقيلهم اليهود أنهم قالوا بعدما أمر الله عز وجل أهل الإيمان وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة في البيت الحرام في مكة المكرمة فكما تعلمون كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأم المسلمين أو كان أحد الصحابة يأم المسلمين في صلاة العصر فأتاهم آت وهم يصلون فقال أشهد أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل الله عليه قرآنا يأمره بالتحول من بيت المقدس تحويل قبلته من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام فحولوا قبلتهم استجابة لأمر الله طواعية بلا كراهية وهذا المسجد الذي حصل فيه هذا الحدث سمي بعد ذلك بمسجد القبلتين وهو معروف الآن في المدينة النبوية ما الذي حدث بعد ذلك؟ قال أولئك المنافقون وقيل أيضا اليهود أن أولئك المسلمون هم سفهاء لا عقول لهم مرة يجعلون قبلتهم نحو بيت المقدس ثم ما بين عشية وضوحها يتحولون نحو بيت الله الحرام فدينه أولئك دين هزلي دين ليس بالمتين دين لعب يتحولون فيه بين الفينة والأخرى قال الله كلا من وصف المسلمون أو وصف دينهم بذلك فهو سفيه مجنون لا عقل له سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فجاءهم الرد القاصم القاطع من لدن الله جل وعلا قل لله المشرق والمغرب القبلة سواء كانت نحو بيت المقدسي أو نحو بيت الله الحرام كلها أو حتى لو كانت إلى الجنوب أو إلى الشمال كلها لله جل وعلا قل لله المشرق والمغرب العبرة ليست بتحويل القبلة إلى بيت المقدسي أن تكون نحو المقدس أو نحو بيت الله الحرام أو نحو الشمال أو الجنوب كلا إنما العبرة هي بالاستجابة لأوامر الله جل وعلا فأولئك هم أصحاب اليقين هم أهل الإيمان وفي هذه الآية درس عملي للاستجابة لأوامر الله جل وعلا الكثير من معاشر الإخوة والأخوات ربما يمن الله عز وجل عليه بعبادة الاستجابة لأوامر الله تقول له صلي فيصلي لا تأكل الحرام فلا يأكل بعد ذلك الحرام لكن البعض قد يبتليهم الله سبحانه وتعالى بالتردد في الاستجابة إذا لم تظهر الحكمة من ذلك الأمر أو من ذلك النهي مثال ذلك لماذا نصلي الفجر ركعتين فقط لماذا لا نقصر المغرب في السفر لماذا نقصر الرباعية ولا نقصر الثنائية كالفجر والثلاثية كالمغرب في السفر قد لا تظهر الاستجابة للإنسان فحين ذلك قد يتردد البعض في الاستجابة لتلك الأوامر هذا الموقف يدلك على استجابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الأمر مع عدم يعني بيان الفائدة أو الحجة من التحويل نحو بيت الله الحرام مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن تكون قبلته الكعبة في بيت الله الحرام في مكة المكرمة لكن كثيرا من الناس اليوم أصبح لا يعني أو دعونا نقول أصبح يتردد ويتلك حينما لا تظهر له الحكمة في هذا الأمر أو في ذلك النهي وربنا جل وعلا يقول في هذه الآية قل لله المشرق والمغرب ماذا قال بعدها؟ اسمعوا قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لو تأملنا في قوله سبحانه وتعالى ووصف أولئك الإيمان بالهداية يهدي لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يعطيك هذا درسا أن من تمام توفيق الله وهدايته للعبد أن يهديه وأن يوفقه للاستجابة التامة لأوامر الله جل وعلا ولذلك هم أهل الإيمان ومن يفعل ذلك ويستصف بذلك حقيقة والله هم أهل الإيمان ألم نسمع قول الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة لاحظ مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ما في خيار بعد ذلك إذا أتى الأمر أو أتى النهي فعلى العبد أن يستجيب طواعية لأمر الله جل وعلا طيب من خالف ذلك بماذا وصفه الله جل وعلا قال وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ شوف سبحان الله لو تردد الإنسان لو تلكى لو لم يستجب لأوامر الله فإنه يعد عاصيا لله وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِيْنًا هذا الحقيقة يعطيك درسا عظيما في هذه الآية في الاستجابة لأوامر الله جل وعلا يقول ربنا جل وعلا بعد ذلك وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اسمع ماذا قال وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا ما السبب؟ ما العلا من تحويل القبلة؟ إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه شوف الحكمة وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةَ أي أن تحويل القبلة والأمر الذي اعتاد عليه الإنسان وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةَ هل هي كبيرة على كافة الناس؟ كافة أهل الإسلام؟ كلا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ أولئك أهل الإيمان ليس عليهم أمر كبير يعني ذلك الأمر لا يعد أمرا شاقا عليهم أن يحول الله القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام أن لا يظهر لهم حكمة معينة في أمر من الأوامر أو في نهي من النواهي حتى لو لم تظهر الحكمة في ذلك فإنهم يستجيبون ولذلك هو أمر عظيم شديد كبير ثقيل على النفس لكن إلا على الذين هدى الله طيب بعد ذلك بعد تحويل القبلة هل تبطل صلاة أهل الإسلام؟ هل تبطل صلاة أولئك الصحابة الكرام بعد أن كانت نحو بيت المقدس؟ كلا يأتي الرد من لدن الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم أي أنتم أيها السفهاء أيها اليهود أيها المنافقون وغيرهم الآن تعلمون أن في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة امتحان إلى الله امتحان لعباد الله جل وعلا أن فيه ابتلاء واختبار فيه من نجح وفيه من رسب فيه من فاز وفيه من خسر وإن كانت الكبيرة إلا على الذين هدى الله أولئك السفهاء هم حقا كما وصفهم الله بالسفهاء لأنهم غابت عنهم تلك الحكمة العظيمة أيها الأكارم بعد ذلك يمر معنا قوله جل وعلا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة قدم التزكية على العلم في الجزء الأول مرة معنا قول الله جل وعلا ربنا وابعثيهم رسولا منهم اسمع يتلو عليهم آياتك قال ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم في الأولى قدم يعلمهم الكتاب والحكمة ثم قال ويزكيهم هنا قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة قدم التزكية على العلم هذه إشارة للحفاظ دائما إذا أراد الإسان أن يحفظ المتشابهات هناك طريقة جيدة وهي الربط في الآية الأولى قدم العلم وفي الآية الأخرى قدم التزكية يأتي إنسان يشير ربما يكون طبعا هذا المعنى صحيحا لكني أقصد أن يجعل له رابطا في ذهنه يحفظ به المتشابهات ويميز به الآيات المتشابهة فيقول في الأولى يعلمكم الكتاب والحكمة قدم العلم لأن من ثمرات العلم التزكية إذا تعلم الإنسان العلم خاص لله حصلت به تزكية النفس في الثانية قال ويزكيكم ويعلمكم فحصلت التزكية والتي أخرت في الآية الأخرى أحبابي الكرام نقف مع فاصل قصير ثم نعاود المسير بإذن الله تعالى عدنا إليكم أيها الأخوة والأخوات مع الجزء الثاني من كتاب الله جل وعلا ومع برنامجكم ربيع والقلوب جاء في هذه الآيات العظيمة في الجزء الثاني من سورة البقرة قول الله جل وعلا بعد عوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يقول ربنا جل وعلا ويدلل في هذه الآية على معنى عظيم يتعلق بما بدأ الله به هذا الجزء وهو أمر تحويل القبلة يقول الله جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب في هذه الآية يعطيك الله عز وجل قانون تعيش به وتنجو به وحتى تسعد فيها دنياك البر ليس بتحويل القبلة نحو المشرق أو المغرب ليس بتفاصيل الأمور إنما البر معياره بالعمل الصالح ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة إلى آخر الآية ولذا قال في ختامها أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون من الآيات العظيمة التي سبحان الله تلفت النظر قول الله جل وعلا إن الصفى والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما اللافت في الأمر أن هذه الآية أيها الإخوة جاءت بعد سياق آيات الصبر والبلاء والحث على احتساب الأجر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين إلى آخر الآيات ثم جاء بعدها قول الله إن الصفى والمروة من شعائر الله العجيب أن هذه الآية هي من آيات طبعا السعي التي يكون في الحج أو في العمرة ما الذي أتى بها ولم يكن قبلها آيات عن الحج أو ما يتعلق بذلك استنبط بعض أهل العلم من المعاصرين أن هذه الآية جاءت لتدلل على معنى الصبر والحث على احتساب الأجر عند نزول البلاء كيف سعي في الحج أو العمرة يدل أو يستدل به على موضوع الصبر عند البلاء أنا أعطيكم كيف بماذا يذكركم السعي بين الصفى والمروة إنه يعيدنا إلى الوراء يعيد بالذاكرة إلى تلك المرأة الضعيفة الهزيلة التي تركها زوجها مع ابنها الصغير في واد غير ذي زرع في بكة المكرمة تلك المرأة التي هاجر عليها السلام حينما تركها ابراهيم استجابة لأمر الله وطاعة لأمر الله جل وعلا هي بعد ذلك أصبحت تطوف أو تسعى بين الصفى والمروة تذهب ذات اليمين وذات الشمال تبحث عن حسيس عن أنيس عن قريب عن منقذ عن طعام عن شراب عن مأوى عن من يساعدهم بعد الله جل وعلا يذكرك هذا الموقف بتلك المرأة الصابرة المحتسبة التي استعظمت ذلك الأمر التي استجابت لأمر الله فهي تذهب ذات اليمين وأنت تذهب تسعى بين الصفى والمروة تذكر من كانت في ذلك الموقف الصعب وهي صابرة محتسبة لله جل وعلا أيها الأكارم يأتي بعد ذلك ذكر آيات الصيام في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم شوف التسلية أن هذا الصيام كتب على الأمم السابقة لعلكم تتقون يتطرق فيه إلى الحكمة العظيمة من هذا الصيام فمن خرج من مدرسة الصيام ولم يتحصل على عبادة التقوى التي يجعل العبد بها بينه وبين عذاب الله وقايا فإنه قد خرج راسبا أو قد خسر بعض النقاط ولم ينجح النجاح التام في هذه المدرسة العظيمة وهي مدرسة الصيام من اللفتات العظيمة ذكر آيات الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي ذا دعان افتحوا المصاحف الآن وتأملوا أين جاء ذكر هذه الآيات العظيمة في الحث على الدعاء إنه بعد آيات الصيام يلفت يعني نظرك وجود هذه الآيات في سياق آيات الصيام أن الصيام والدعاء أمراني أو عبادتاني مرتبطتاني مع بعضهم البعض فحال الصيام يستجاب الدعاء وللعبد عند فطره دعوة مستجابة لا تكاد أن ترد حال الصيام حال القيام في السحر في رمضان في أوقات الفطر في أوقات العبادة حينها يكون العبد قريبا من ربه فجاء ذكر آيات الدعاء في سياق آيات الصيام انتهت آيات الدعاء أعادت آيات سياقها في الحث أو في ذكر أحكام الجماعي مع النساء حل لكم ليلة الصيام أرفثوا إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن من الآيات التي الحقيقة قد تشكل أو يشكل فهمها على بعض الناس ما جاء في هذه الآيات العظيمة من ذكر آيات القصاص في قول الله جل وعلا كتب عليكم القصاص أو يا أيها الذين ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب كيف يكون في القصاص حياة مع أنه يفنى به الإنسان ويقتل المعنى في هذه الآية معنى لكم في القصاص حياة أي لكم في القصاص بقاء والعرب كما تعرفون تقول القتل أنفى للقتل يقول الأبو العتاهية جعل الله القصاص حياة فكم من رجل يريد أن يقتل يعني ربما أزته نفسه على القتل فيتذكر القصاص يعني أنه سيقتل بقتله لذاك الرجل أو تلك المرأة فيتذكر فتمنعه مخافة أن يقتل ولذا من عرف أنه ربما يقتل ويقص يعني يحصل عليه أحكام القصاص بعد قتله لإنسان سواء كان مسلما أو غير ذلك فإنه يمتنع ويرتدع وينزجر ولذا كبيانة هذه الحكمة العظيمة ولذا ختمها الله جل وعلا لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب أنتم يا من لستم من أهل العقول الراجحة والعقول العاقلة الذين تنادون بأن هذه القصاص أو تلك الأحكام الجزائية هي من الأمور التي تخالف حقوق الإنسان أو هي فيها من البشاعة الشيء العظيم كلا إنما فيها الحكمة البالغة لبقاء البشرية وتناسلهم والحفاظ على وحدة المجتمع وتماسك نسيجه حتى لا يكثر القتل والهرج وهذا للأسف ظاهر في أزمنتنا المتأخرة فلو عملت الأمة بمثل هذه الأحكام الشرعية وبانت لها حكمتها وعمل المسلمون بها وخصوصا ولاة الأمور في بلاد المسلمين لقل الشر وانتفى ويعني نقص في مجتمعاتنا بل ربما زال كل ذلك بتطبيق أوامر الله جل وعلا من الآيات التي ربما تشكل قول الله جل وعلا تشكل ويشكل فهمها على البعض قوله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نحن نعلم أن القرآن أنزل متفرقا أو مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم فما المقصود بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فيه ثلاثة أقوال القول الأول أنه نزل في فضله قرآن يعني نزل في فضل شهر رمضان قرآن كما تقول أنزل في فضل عائشة أو في تبرئة عائشة قرآن المعنى الثاني أنه نزل من عند الله جل وعلا إلى السماء الدنيا في ليلة القدر في شهر رمضان ثم نزل منجما أي مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم حسب الأحوال والمواقف وقيل أيضا المعنى الثالث أنه ابتدأ إنزاله في ليلة القدر في شهر رمضان يعني كانت أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر من شهر رمضان ثم يعني جعل الله نزول هذا القرآن مفرقا أو منجما على نبيه صلى الله عليه وسلم من الآيات أيضا التي ربما يشكل فهمها قول الله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس لماذا قال الله ومنافع للناس نحن نعلم أن فيهما إثم كبير وفيها باطل وأنها تضر بالصحة وبالدين وغير ذلك هذا يعطيك درسا في العدل أن الله عز وجل يحرمها لمضرتها لكن من تمام عدلي سبحانه وتعالى يبين ما فيها من المنافع هل في الخمر والميسر منافع قيل أنه الانتفاع بثمنها في بيعها أو ما يحصل من اللذة المطربة أحيانا للإنسان لكن هذه المنفعة يا إخوة وإخوات لا توازي المضار والمساوى التي تحصل من الخمر والميسر أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وياكم الفقهة في كتابه وأن يجعلنا وياكم من أهله وخاصته نتابع في الحلقة القادمة ما تبقى إن شاء الله من بقية الأجزاء استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته